السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين رحلتنا الشريفة في حياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتعدي بينا السنين وإحنا النهاردة في بداية سنة 8 من بعد هجرة النبي 8 سنين من بعد هجرة النبي يعني سيدنا رسول الله تقريبا عنده 61 سنة بعث وهو عنده 40 قعد 13 سنة في مكة أدي كده 53 حط على 53 تمانية أدي كده 61 السنة دي بدأت بحدث صعب جدا على قلب النبي وهو وفاة السيدة زينب بنت النبي الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم توفيت في بداية سنة 8 انت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بناته كلهم توفوا في حياته إلا فاطمة وولاده كلهم توفوا في حياته كان عنده سبعة ستة ماتوا في حياته سيدة رقية توفيت سنة 2 سيدة أم كلثوم هتتوفى سنة 9 سيدة زينب سنة 8 وعبد الله والقاسم وإبراهيم توفوا في حياته النبي عليه الصلاة والسلام طلب من سيدة سودة بنت زمعة إن هي تغسلها فغسلتها وقال لهم قبل ما تخلصوا الكفن قلولي أعطيكم الحق وبتاعي جزء من لبس النبي فأشعرناها بي يعني حطوه تحت الكفن يعني أول حاجة تبقى ملاصقة لجسمها جزء من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام ثم حطوا كفن عليه فغسلوها بماء وسدر يعني ماء ويعني رائحة جميلة ثم حطوا لبس النبي وكفنوا كفنوا السيدة زينب ودفنت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة وإذا حصل حدث كبير جميل أوي اللي حصل إن لما في عمرة القضاء سنة 7 لما راح الوليد ابن الوليد أخو سيدنا خالد ابن الوليد راح أمسابت جواب لسيدنا خالد وكان ساعتها لسه سيدنا خالد ما أسلمش كان متردد سيدنا خالد بعد ما شاف النبي ظهر وشاف النبي إن اتبعوا ناس كتير بدأ سيدنا خالد يتردد فكان سيدنا محمد دايما يسأل عنه الوليد ابن الوليد أخوه أخو خالد ابن الوليد أين خالد؟ قد كنت أظن أن عقله لن يسلمه إلا للإسلام والله لو جاء أنا لوليته علينا ده مكان قيادة الجيش هو إزاي عقل ومخليه مش بيفكر في الإسلام أم الوليد ابن الوليد وكان مسلم كتب الكلام ده وسابت جواب ده لسيدنا خالد ابن الوليد في مكة سنة سبعة رجع سيدنا خالد كان في صفر لأ الجواب ده فتحه كده فقذف الله في قلبه الإسلام وكان بقاله فترة بينام بيشوف حلم إنه في صحرة ديئة وفجأة بابة فتح طلع لجنينة وسعة كبيرة أوي فكأنه فيه تغير كبير يحصل في حياته فأخذ قرار إنه يتوكل على الله من مكة للمدينة في بداية سنة الثمانية شهر صفر سنة الثمانية هجرية قال طبعا يحس حد معايا فراح لصفوان بن أمية قال له إيه رأيك أنت تعلم أن محمد على حق ولقد حاربناه سنين طويلة فأمية قال له لأ والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته لو كلكوا أسلمتوا مش هبقوا أسلم سابوا وراح لأكرمة بن أبي جهل قال له محمد وانتصر وانت عارف أنه هو نبي قال والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته لو كلكوا أسلمتوا أنا مش هبقوا أسلم فراح لآخر واحد من صحاب المقربين عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة ده الراجل اللي أخذ ستنا أم سالمة وهو اللي خلها تهاجر وهو مشرك لما العيلة بتاعتها تخلقت مع عيلة أبو سلمة جوزها وحصلت مشكلة كبيرة وتفرقت الأسرة هاجر أبو سلمة وبعدين هي حبت تهاجر بعد كده فعثمان بن طلحة صابت عليه تمشي لوحدها في الطريق مسك الجمل بتاعها ووصلها للمدينة ورجع فبيقول سيدنا خالد فعرضت الكلام على عثمان قال فأجابني قال رأنا أصلا من زمان عايز حد يشجعني أم طالع سيدنا خالد بصبة التوفيق والتيسير من الله مع عثمان بن طلحة وعلى مخرج مكة كده لا واحد من دواهي العرب مين عمر بن العاص اللي شبه سيدنا خالد في الذكاء والقيادة الحربية إلى أين يا عمر الأول عمر اللي سأل إلى أين يا خالد قال إلى النبوة لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال وهذا الذي أخرجني وأنا كمان تحس كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطر سيدنا خالد اتحركوا هم التلاتة وصلوا لسيدنا النبي في المدينة فلما وصلوا إليه سلموا عليه بالنبوة يعني ما قالوش السلام عليك يا محمد قالوا السلام عليك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا لقد رامتكم قريش بفلذات أكبادها دل أتأل تلاتة في قريش دلوقتي فدخل سيدنا خالد بن الوليد وبقعد بنئد سيدنا النبي وقال له يا رسول الله قد حاربتك سنين طويلة فدعو الله أن يغفر ليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر اللي خالد ما صد عن سبيلك يا بختك خدت دعوة النبي عليه السلام وبعدين سيدنا عمر بن العاص دخل يسلم فبيمد إيه النبي والنبي بيمد إيه أم سيدنا عمر قبض إيه فقال النبي ما لك يا عمر دي حاجة عمر محد عملها النبي مد لك دي تعمل كده قلت يا رسول الله أشترط كان خايف قال وما تشترط يا عمر قال أشترط أن يغفر ليه احنا بقلنا عشرين سنة بنحارب فيكم لو سمحت عايز أشعر بالطمأنينة ونا داخل الإسلام قال يا عمر أما علمت أن الإسلام يغفر ما قبله وأن الحج يغفر ما قبله فقام سيدنا عمر مسلم على سيدنا النبي بعد ما سكن قلبه واستريح كده وشهد التلاتة عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص قال لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد النور رسول الله عجيب بأمر هداية ربنا سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عشرين سنة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمر بن العاص بحرب والنبي عزة والسلام أشد الحرب عشرين سنة من العناد وبعدين في لحظة هما اللي اتنين يروحوا مع بعض يسلموا كلمة تغير تفكير سيدنا خالد أكيد مش بس كلمة أكيد ده تراكم من تصديقه لجمال النبي ورؤيته الأنوار النبي عليه الصلاة والسلام مع العناد مع الاقتناع الحرب دي لغاية ما في لقطة في لحظة تكسب أنوار النبي وتنور قلب سيدنا خالد سيدنا عمر بن العاص أولاً ده يعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد ولا على الخواتيم الله أعلم مين هيتختم له بإيه فدائماً البني آدم لما يشوف حد بيعصي ربنا كده يلزم الصمت يدعي لنفسه ويدعيله بدل ما يلزم الحكم عليه ويدخلوا النار وإحنا لا نملك لا جنة ولا نار دي حاجة بتاعت ربنا إن الحكم إلا لله حاجة تانية فعلاً ممكن كلمة تغير بني آدم أنت ما تعرفش فضيل بن عياد ده بعد أجيال الصحابة بحب حلوين كان حرامي بيسرق الناس في الطريق وكان صاحب واحدة بيرح لها البيت مرة طالع لها بعد ما سرق ناس سمع واحد بيرى القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال أنا يا رب كأن في شيء نور كده اخترق ظلمة القلب وراح اغتسل وراح صلى وسمع نفس الآية بيصلي بيها الإمام في المسجد كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن حتى لو طال البعد عن ربنا ادعيل نفسك بالهداية وادعيل الخلق ولا تنشغل بالحكم خالد امبرح مشرك النهاردة سيف من صيوف الله وربنا هو اللي بييده قلوب العباد